في هذا الفيديو سوف أشارك معكم حل مشكلة بط فيديوهات اليوتيوب لجميع الأجهزة وبدون استخدام أي برامج سلام عليكم شباب وفي يحاكم إن شاء الله ديمكنوا بألف خير معكم أخوكم أحمد رجعت لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع اليوم سوف يكون عن مشكلة بط فيديوهات اليوتيوب مشكلة كبيرة جداً بيعاني منها حتى أصحاب الأجهزة القوية ناس عندها أجهزة حبيب والله أوفر ولكن عندها مشكلة بط الفيديوهات الفيديو بيقطع أي جودة كانت بتشاهد بيها 240 480 720 4K 2K الفيديوهات بتقطع بدون أي سبب النت عندك كويس كل شيء عندك تمام التمام ولكن فيديوهات اليوتيوب بتقطع خاصة على متصفح جوجل كروم اللي هو تقريباً أفضل متصفح موجود على الساحة رح نحل لهاي المشكلة بدون استخدام أي برامج بعد الحلول الفعالة أكيد لأنا جربتها وضبطت معايا شخصياً فقبل أن نبدأ جمعة الخير زي ما شاهدوا قد لكم على هاي الصورة أغلى اللي بيثبت لي شاهدون القناة مش مشاركين فالله يسعد ليكم يا رب أتمنى أنه تشاركوا فقال أن تفعلت زين رجرس وتخلوا الإشعارة على الكل الله يسعد ليعكم أوكي شباب أول خطوة رح نسويها رح نيجي لهاي الثلاث نقطة يا أخوان وبننزل هون عند خيار Help هون تحت بعدها About Google Chrome هون يا أخوان بنتأكد أنه Google Chrome محدد عندنا لآخر إصدار هاي نقطة مفروغ منها يعني لازم تتأكد أنه Google Chrome متحدد عندك للإصدار الأخير بتستنى وتخليه رح يحدد لحاله بعدها بيقول لك Re-Launch يعني إعادة تشغيل وتعاود تشغيل المتصفح بعدها شباب بنمر للخطوة الموالية Performance هذا الخيار بنيجي هون ونفعل خيار Memory Saver هذا الخيار يا أخوان لما بتكون على سبيل المثال فاتح كتير نوافد هون كتير نوافد فتحها الخيار هذا شو بيسوي أي نافدة ما بتستخدمها أنت مثلا لمدة 5 دقايق 10 دقايق بدخلها في وضع النوم وضع السليب عشان ما تستهلك كتير من موارد الجهاز وبالتالي يصير في عندك تقطيع على المتصفح فبنتأكد أنه مفعلين خيار Memory Saver هذا أوكي شباب بعدها بننزل عند خيار System هذا عندنا هون خيارين يا أخوان غالبا رح تلاقي الخيارين مفعلين الأول هو هذا Google Chrome بيضل شغال على الخلفية فبنشيل عنه علامة الصح يا أخوان حتى لو جهازك قوي هذه الخيارات بتفريك الخيار الثاني Use Hardware Acceleration When Available يعني Google Chrome يستخدم موارد الجهاز إذا كانت متوفرة فحببه والله هذا الخيار بين وبين شفت عندك الأمور ماشية تمام خليه يشغل خاصة للأجهزة القوية ولكن إذا عندك هذه المشكلة في فيديوهات اليوتيوب تقدر تشيله وتري لانش للمتصفح وتجرب المشكلة نحلت عندك ولا لا الخيار هذا بالضبط هو اللي كانت عندي فيه مشكلة في الجهاز اللي قبل مش هذا الجهاز جهاز اللي قبله كنت بشيل هذا الخيار وبيشيل وبيروح التقطيع على فيديوهات اليوتيوب فزي ما قلت لكم جرب تشيل هذا الخيار اعمل إعادة تشغيل للمتصفح و روح جرب الأمور ماشية تمام ولا لا اللي بعده يخوان بنروح لهذا الخيار برايفاسي اند سيكوريتي بتيجي هون عن خيار كلير براوزنج داتا بنضغط على هذا الخيار وبنيجي هون نختار هون نعلم هون على خيار ونعلم على كل هاي الخيارات بس تنقى هذول اتنين الباسورد and other sign in data autofill from data هذول اتنين بس وننظف كل شي اخوان كل شي هون وهون all time بعدها clear data history cookies كل الخيارات هاي اخوان الكاش زي ما بتشوفون ننظفها بعدها اكيد لازم نعمل يعني إعادة تشغيل المتصفح نطلع منه ونعاود ندخل مرة تانية بعدها يخوان فيه نقطة مهمة جدا ما تكلمت عنها في الفيديو السابق يعني قبل تقريبا ست اشهر كنت حكيت عن هاي المشكلة بنيجي لهذا الخيار ثلاث نقط extensions ونروح manage extensions بتروح وتشوف add block مانع الاعلانات إذا بتستخدم أي برنامج للمانع الاعلانات على اليوتيوب فلازم تيجي هون وعمل له remove هون بهذا الشكل إزالة بشكل كامل شيلوا وروح جرب عشان بنسبة 60 أو 70% بيكون هو المشكلة يا إخوان فيه ناس يعني فرق مع هالموضوع وفيه ناس لا ولكن أكتر من 50% كانت المشكلة عندهم هي add block إخوان مانع الاعلانات وكمان كل الاكستنشنز ذي رح تلقها هون كل الإضافات هاي أي إضافة ما تستخدمها بتيجوا تعمل لها remove من هون وإزالة خلص خلصنا يا إخوان الإضافات هاي بتأثر حتى على أداء المتصفح بتبطئ منه فتأكد من إزالتها وشيلها بشكل كامل وفيه شغلة كمان مهمة إخوان هي التعريفات أو drivers خاصة كرت الشاشة حد التعريفات الجهاز عندك لآخر إصدار بالخصوص كرت الشاشة إخوان بنحدث التعريفات للإصدار الأخير وخلص إخوان كانت كل شيء بالنسبة للمقطع اليوم إذا الحلت معكم المشكلة الله يسعد لياكم مارا بل تحرمون من شراكاتكم في قناة فعلوا زر وزر وخلوا الإشعارات على الكمبيوتر واللابتوب عندكم لسا أي استفسار انزلوا تحت الكومنتات وكتبوا لي وضل شيء غير أوداكم معنا إن شاء الله تراكم في مقطع وفيديو السوري سنتوني قادم سلام عليكم ورحمة الله